صدقيني محدش هيقول لك السر غير مروتك حبيبتك وبس الايه الكيلو بمية وعشرين جنيه قلت عمري ما اشتريها هاتي نص كيلو دقيق وشوية سمسم وهيطلع لك حوالي اثنين كيلو هتم لبيتك بالخير وتوفري فلوسك وتعملي وصفة للفطار والعشاء والمدارس تابع معايا الفيديو للاخر ولو شايفين اني بقدم لكم محتوى هادف شجعوني بلايك كتير وشير لو اول مرة تشوفوني انا مروسامي ودي قناتي طبخ العالم ركزي معايا بقايا حبيبة قلبي في البصفة علشان تطلع مصبوطة حضرت كده مج وحطيت فيه 3 اربع كباية من المية الدافية خلي بالك المية لازم تكون دافية حطيت عليها معلقة الا ربع من الخميرة الفورية وكمان حطيت عليهم اثنين معلقة كبيرة من السكر الحبيبات قلبت كده السكر والخميرة مع المية الدافية كويس جدا وحركنهم على جنب لحد ما نشوف هنعمل ايه في بقية المكونات بولة كبيرة بقى يا قلبي ونحط فيها نص كيلو من الدقيق الدقيق اللي حنستخدمه النهاردة دقيق الكحك والبسكوت انا عاوزة دقيق يكون العرق بتاعه ضعيف مش قوي هنحط عليهم معلقة صغيرة من البيكنج بودر علشان الوصفة بتاعتنا تطلع هشة وخفيفة وكمان هنحط عليهم نص كده كيس من الفانيليا وتكتروش هنحط عليهم كمان علقتين كبار من الحليب البودر وهنحط عليهم ربع معلقة صغيرة من الملح تقدر يتستغني عن الحليب البودر لكن الحليب البودر هنا وبسر اللون الدهب الحلم اللي انت هتشوفه معايا في اخر الفيديو هنحط عليهم ايه بقى عندي هنا المادة الدهنية المادة الدهنية بتاعتي مكونة من نص كباية من السمنة المتسيحة ولكن مش سخن درجة حرارة المتسيحة احنا هنا مش بنعمل كحك احنا بنعمل وصفة مخبوزات زي اللي منشتريها من الافران ضفت عليها نص كباية من الزيت بقدر يبقى اضيفي كل كمية المادة الدهنية سمنة بس او 30 ربع كباية سمنة وربع كباية زيت ونص كباية من السمنة وعليها نص كباية من الزيت ده لكن ما ضفيش زيت بس علشان ما تطلعش الوصفة نشفى معاك بزيادة بعد بقى ما حطت كده الزيت على السمنة نزلت بيهم على المكونات الجفة بتاعتي اللي انا اديتها تقليبة كده بسيطة ودخلت مكوناتها في بعضها وبتريت بقى ان انا قبس كده الدقيق بالسمنة يعني اغلف كل حبيبات الدقيق بالسمنة كويس جدا علشان الوصفة بتاعتي تطلع نعمة وهشة وخفيفة بعد بقى كده ما قلت يا قلبي كل المكونات مع بعضها هنبتد نضيف عليهم خليط الخميرة اللي احنا كنا محضرينه وحطينه على جمل هنقلب كده بقى المكونات مع بعضها وهناجل احنا مش بناجل يعني زي عجلة الفطاير كده لا احنا بنجمع المكونات مع بعضها كده زي ما انتم شايفين معايا وبندخل المواد السائلة في المواد الجفة بدون عجل كتير هنعمل ايه بقى لو حاسينا ان العجينة بتاعتنا محتاجة شوية مية هنحط لها حوالي ربع كباية من المية الدفية يعني مقدار المية اللي انا استخدمتها في وصفة النهاردة باية كاملة من المية لو حب بقى يا قلبي تعجيني كل المكونات باللبن مفيش مشكلة خالص بالحليب يعني تقدري ان انت تعجينيها بالحليب بس هتكون عمرها اقصر يعني ايه يعني لو عجنتيها بالحليب مش هتقعد معاكي وقت طويل يعني هي يقفرها يومين كده ونوكلتوها بالصحة والهماد لكن لو هتعجينيها بالمية تقعد معاكي من اسبوع لعشر تيام ده لو قعدت يعني والعيال ما خلصوهاش لان هي هتطلع جميلة جدا بس لو سبتيها كام يوم وهي معمولة بالمية بيش معاكي اكتر وهتزود مدة الصلاحية لكن الحليب هيخلي مدة الصلاحية بتاعتها وليلة خلاص خلاص بعد بقى ما زودت كده ربع كباية المية البقية بس بقى العجينة معاية تلمت ومشاء الله بقت نعمة جدا العجينة دي احنا مش هنسيبها تختمر احنا هنسيبها ترتاح بس ترتاح لمدة قد ايه هترتاح لمدة من عشر دقايق لربع ساعة بالكتير قوي حد ما نحضر الحشوة بتاعتنا الحشوة بقى بتاعتنا عندي ربع مية جرام من الطمر الطمر طبعا ده يكون نضيفه من مكان موسوق منه ما يكونش فيه رملة وهنحط عليه علاقة كبيرة مليانة من السمنة طبعا يفضل استخدام السمنة البلدي يقدروا بقى اضيفه نص معلقة صغيرة من الارفة للحشوة بتاعتنا تخلي طعمها احلى وهتزود القيمة الغذائية بعد بقى ما حطيت السمنة على العجوة ابتريت ان انا اعجنها كويس جدا لو لقيتوها نشفة معاكو ممكن تحطو لها معلقة مية سخنة هتخليها تطرى معاكو بس ما تقطروش المية كتير هي معلقة واحدة بس كفاية لشان تطرق العجوة معاكو وبعدين هنبتدي بقى ناخد كده العجوة ونقسمها لقطع كده بوسطة علشان نعمل جيها رول كده زغانا زي ما احنا شايفين ما تكبروش الرول قوي علشان تقطعش منكم لما نجي بقى نحشيه هنبقى نوصلهم ببعض مش مشكلة خالص يعني مش لازم نعملها رول كبير على قد ما تقدروا كده وعلى قد ايديكم خلاص كده بقى نوريتكو الطريقة هنرجنهم على جنب وحنعمل كل كمية العجوة بنفس الطريقة وهنرجع بقى كده بعد عشر دقايق يبقى العجينة بتاعي بصوا ما شاء الله العجينة مختمرتش ولا اي حاجة هي ارتحت بس ناخد كده قطعة من العجين تغطي الباقي واهم حاجة خلوا بالكم تغطوا العجينة وانتو شغالين لشان ما تنشفش معاكو هناخد بقى كده قطعة العجينة وحنبرومها ونعملها على شكل رول كبير وبعد ما نعملها على شكل رول هنبتدي نبططها ونفردها بالشكل ده كده علشان نحشيها بالعجوة تقدروا بقى تحشوا اه المخبوزات دي بالعجوة او كمان بالملبن انا عملتها بالعجوة وتبقت كده قطعة عجين صغيرة في الاخر كانت العجوة بتاعتي خلصت وحطت لها بقى ملبن كانت حلوة جدا بعد بقى كده ما فرد الرول بتاعي التريد ان انا احط فيه كده صوابع الطمر زي ما احنا شايفين كده وحنبتدي بقى نقفل كده عليها العجينة زي ما احنا شايفين مع بعض كده علشان نشكل صابع الطمر النهاردة احنا بنعمل طريقة تحضير الارئيش بالعجوة والسمسم او اصابع الطمر بالسمسم بدون بيت بطريقة بسيطة في ناس بتقول عليها بسكوت الطمر والسمسم في ناس بتقول عليها ارئيش بالعجوة المهم إنها طعمها حلوة جدا ومغزية ولذيذة كمان كده مقرمشة من بره من جوه كده هشة وخفيفة ومفرغة كل ده هنشوفه مع بعض دلوقتي لما الوصفة بتاعتنا تجهز هنبتدي بقى كده نجيب السكينة ونقطع كده الحروف الزيادة اللي ما فيهش عجوة وبعدين هنبتدي بقى كده بصوا زي ما انتم شايفين معايا كده نلف الرول بتاعنا أو نبرمه بالشكل ده كده ونرفع ونحاول نشيل الزوايد الفاضية دي مش بيحتاجينها نخلي بس كده الأطراف باين فيها الطمر علشان تكون زي اللي بنشتريها من المخابز لأ زي اللي بنشتريها من المخابز ايه والله طعمها كان أحلى بكتير من المخابز هظلمها لو قلت إنها زي المخابز والأفرق بجد طعمها أحلى بكتير جدا عندي بقى هنا سمسم محمص مهم جدا إن السمسم بتاعنا يكون محمص علشان يديني طعم حلو هناخد بقى كده رول الطمر بعد ما آآ قطعناه القطع متساوية بالشكل ده كده هنبتدي بقى على طول نحطه كده في طبق يكون فيه شوية من السمسم المحمص نغلف به كده صوابع الطمر بتاعتنا دي ما احنا شايفين مع بعض كده بصوا ونلفها كده على قدينا أو نبرمها كده على قدينا بالشكل ده علشان نتأكد إن السمسم لزق عليها كويس كده طبعا العجينة طرية وجميلة جدا والسمسم حلزق عليها بمنتهى السهولة مش محتاجين ندهن وبيض ولا اي حاجة واصفة النهاردة اقتصادية وحلوة جدا هماها حلو مشباعة ومغزية وهتدي للاولاد طاقة حلوة جدا كمان لو اخدوها معاهم المدارس تلت طاقة عندهم مرتفعة جدا ويقدروا ان هم ما شاء الله كل اليوم الدراسي يكونوا شبعانية بعد بقى ما خلصت كل اصابع الطمر بتاعتي وغلفتها بالسمسم عملت الكمية البقية كلها من العجينة بنفس الطريقة حشيتها بالطمر اتفضلت معي حتة صغيرة زي ما قلتلكم من العجينة كان عندي كده حتة من الملبن حوالي ميتين جرام ابتديت برضو ان انا اعملهم كده وحط عليهم معلقة من السمنة شكلهم على شكل رول واحطوا برضو جوا العجينة واقفل عليه بنفس الطريقة اللي عملت بيها اصابع الطمر خلاص خلاص طبعا بقى وانا بشكلهم كنت مشغالة الفرن على درجة حرارة 190 اخدوا معايا في الفرن مدة التسوية حوالي من 25 دقيقة ل 30 دقيقة حسب درجة الفرن عندك وطلعوا معايا بقى بالجمال ده بصوا مشاء الله لونهم دهبي وحلو جدا بعد بقى ما طلعوا سبتهم يبرادوا كده في الهوى وغطنهمش ولا بخناهم مية ولا اي حاجة لان اصابع الطمر بتاعتنا دي تكون مقرمشة كده من بره زي القرائش بالزبط من جوة بتكون كده هشة وخفيفة فبنسيبها تبرد برحتها وبعدين بتقدموها بقى بالصحة والهنة بطروا بقى تقدموها في الفطار او العشاء او في اللانشوبوكس للولاد وهم رايحين للمدرسة وصف حلوة جدا مكتملة العناصر الغذائية موفرة واقتصادية بصوا اصابع الطمر بتاعتي هشة من جوة وخفيفة ما شاء الله الطمر فيها ازاي طري وحلو مش ناشف علشان احنا حطنا له السامنة ومع علاقة المية السخنة فطلعت معنا طرية جدا من جوة وحلوة ومن بره بقى كمان كده السمسم المحمص اديها طعم حلوة بصوا بقى كمان هوريكوا واحدة بحشوة الملبن بوريكوا كده اللون الدهبي من كل الجهات بصوا لونها حلوة قوي بضغط عليها ما شاء الله زي البسكوتة كده نعمة معايا ودايبة وفي نفس الوقت مقرمشة وكمان طريه كده الملبن فيها من جوة وطعمه حلو جدا والكمية بقى ما شاء الله كبيرة جدا عوالي اتنين كيلو من المنين بالعجوة او اصابع الطمر ما شاء الله كمية حلوة جدا من نص كيلو دقيق عملنا بيها كمية وفيرة من اصابع الطمر بالعجوة او المنين بالعجوة او القرائش لوصفة النهار ده بقى عجبتكم متنسوش تعملوا اللايك كتير وشير لو انتو قبل مرة بتشوفوني انا مارو سامي ودي قناتي طبخ العالم يسعيدني ويشرفني اشتراككم في القناة ولو عندكم اي سؤال سيبوه في التعليقات وانا هرد عليكم على طول بكون سعيدة جدا لما بشوف تعليقاتكم حتى لو عملتولي قلب او الشوية حاجة اشوفكم وصفة جديدة باي باي اشتراك في القناة